السلام عليكم اخوتي اخواتي العزيز اهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من حلقات النقاش معكم كما العادة حاتم المرابط اليوم حلقة خاصة بكذبونيات رئيس الجزائر الجديدة سوف نرى الكثير من المقاطع التي سنسلسق فيها ونضحك فيها على من يمثل رأس الدولة الهوكية الكوميدية وأيضا للهوكيين صدق من قال الجزائر وضحكت العالم كذبوني وربعة سوى تحاب اليوم ننسيتهم انا غير كنا مشغولين هاد اليوم بالتغطية وتحليل الصفعات المتكررة والمدوية التي اعطيتكم الدبلوماسية المغربية من قلب الامم المتحدة ذاكشي علاش يالله سانيت الكذبون واخديت اكثر من راحتي باش نعلق على التدخلات الكوميدية والمهينة للجزائر العدمة إذا ما رعيب وعار يكون هاد السيد بهذا المساوى المنحط على رأس حتى بلدية فما بالك أنه يكون هو على رأس دولة الجزائر كما العادة البلوفينجر صاحب الرأس المربع يقول لي يا وانت واجد دخلك في الجزائر وانت واجد دخلك فينا سوف نقول لي العبارة الشهيرة دياني دخلني فيكم كذبونكم حي تكلم على الصحراء الغربية المغربية لم نطول عليكم البداو بأول مقطع دولة الدسائس والمكائد وبالعبارة الشعبية علي بوت بانان ما بقعتش اي 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 يكذبون داخل سخون مع رأس اي حال هاد قال اليوم احدى الجزائر قوة ضاربة وحلف فشكا وزير السكن على أن قرار رأس بوت فليقوس المومية التي لا تتكلم ما تحبسش والفيديو راكين في اليوتيوب وفعلا نكمل على نفس الناج في استحمار والصبغال الجزائريين اول يوم تعترف ان الجزائر كانت جمهورية بنانية و جمهورية موزية و جمهورية الدسائث والحقيقة هي ان احتفع الكذبون المغبول لا زالت جمهورية بنانية و موزية و جمهورية الدسائث و المكائد لانه لا شيء اتغير بالعكس الجزائريين يقولون الله مبوط فليقوس مكيادرش او كذبون مكيزكوتش حققنا انتصارات التي نحسد عليها من طرف الاخرين ما كون هذا الحمق او هذا المسطي او هذه الدولة الغابية التي ستحسد الجزائر اعطينا كذبون انتصار واحد غير واحد درتي انت شخصيا او بلادك او انت والشعب ديالي ما سنحسدوكم على كثرة الطوابير او على نحيطات العملة دينار او شعب نحسدوكم على الشاب الواسي و الشاب الواسي congratula ما فيكم Kanukoح 했던 او قيلو سنحسدوكم انكم التصدرة الارجيل منذ انذا São Le schedule ولاني او كذبونا درست رف pulque خلالاً يقولو انتي تحسدونا على الإنتصارات ماprofits المحرف việc بالانتصارات في الجزائر ما الذي في الجزائرithe رجψ يتحري وبا سنعرق الجزائر و تible depres twenty four days و لهذا المحلي تحتل وجود الدليل و يمكن ان تفضل نفس quier ناسسنا انيا منAcc할 البطالة و Operator نرى قلنا لك العام الفايت ان المغرب رصدقكم سنين هذه في منحة البطالة التي تعطيها السينيسيس وهذا بغير قلنا بالمعقول في نوصلات الجزائر في هذه القضية منحة البطالة في الجزائر اللي قلت لهم ياخدوها في شعر المارس دي الالفين وواحد وعشرين رأكم عاد خرجوا انه ما ياخدوش منحة البطالة لما داروش تكوين او استعج وهذه الشرطة ما كان في اللول ها انت بديتك تنقص عليك بنادم لان الميزانية ديالك ما تسمحش انك تعطيه رشو الملايين الشباب بلما ياخدوهم المهم دخل جوجل وكتب البيطالة في المغرب السينيسيس ستعرف اننا كما العادة سبقنا الجزائر بثنوات ضوئية وما تصيرتش تكذبون قال لهم شعر مارس ندروا لوقاحين ديال الكورونا قال لهم منحة البطالة ورغم ما زال تسمنا وزادوا غفلهم بالشروط الاقصائية الجديدة المهم اما كان غير صوق القطيع علشان الباقة بالضيع بكل صراحة واللحثة يعرفوا ليهم برافو كتبون برافو النظام العسكري اما كان غير برد عليا بين هذا انا شخصيا فخور بكم وانا فخور بكتبون هذه قرار ما بين القرارات التي تأخذ من طرف الاقتصاديات قوية ومن طرف دول قوية اقتصادية ونحن ان شاء الله نمشي نحو القوة الاقتصادية وده باسي كتبون زق معنا شوية العامل اللي قبل في نفس المجلس قلتي احنا قوة اقتصادية واستعادة احنا قوة ضاربة او قوة هاربة او قوة ضاربة في العارضة ده باس دقتي يلا كتتمشى باش تولي قوة اقتصادية يلا ماشي واش انت مريض بالزعيمر ولا مالك هلاش كتنسى الضغية شنية الامور اللي خلاتك تقول انكم ماشيين باش تولي قوة اقتصادية هل هو تصدير ارجل الدجاج لمنزوعات العظام ام هو تصدير مادة البوجغلولو ام هو شراء الطائرات الروسية بالبطاطا الجزائرية ام هي كترس الطوابع انتم مره معا لان اصدير النهود الاقتصادية الانكيشارية. لما الانسان يزيد يشوف الرافاهي كان كل من زمان كما هك. لا ما كان كما هك. ما كان كما هك. الرافاهية قاع. واشهد كذبو ان تقدر على الجزائر ولا تقدر على شي دولة في الخارج ولا على ما تقدرها تستهيد هذا. مليجاتكم الرافاهية في الجزائر انتم ما تشربون الحليب بودرة. والله ما تحشب هذا كذبونا هذا. الناس ندمات على ايامات بوتفلقة. وانتقاس كتقول اليوم تعيشون في الرافاهية. مشاكل صح. في 2023 نزيد نواصل في رفع الغبن على المواطفين بالأخص المرتبات المتوسطة والبسيطة. تضحكوني في الجزائر بد استعمال هذه المصطلحات بحل الغبن والمغبون. وده كيف شادوا مغبونين وانتعاد دقيقة من قبل كنتي كتقول الجزائريين كيف تعيشوا الرافاه والرافاهية. مش كنتي واحد تقولوا لي مغبون يعيش الرافاهية. والله ما كذبت. شعب مغبون امواله تخسر على ابن بطوش وربعة دياله. وما تبقاته يتسرق من طرف الكبرانات. هذا صراحة نحنا راك خربقتين. والشعب يعيش الغبن ولا شعب يعيش الرافاهية. وما هيش شهادة نحنا. شهادة كل المؤسسات الدولية. بنك عالمي. صندوق النقل الدولي. لما يرحموش. كلهم صنفين جزائر على أساس أنها ما بين دول القلائل لمنعت وتمنع منه. صوروا معي رئيس دولتي ضرب كلام ذنقعوي. قل لك منعت. أولا فخامة رخيص الجمهورية. البونوك والمؤسسات الدولية كتتاخذ الأرقام والإحصائيات دياله بنسبة 80% من عند الدول. يعني 80% من هذا الجزائر. الجزائرية اللي كتعطيهم الأرقام. يعني الجزائرية اللي كتعطي الأرقام للبنك الدولي وغيرهم المؤسسات الدولية. فما تدوخ ناش بدل هذه الضرعة هذه. راكم كتضخموا في الأرقام اللي كتعطيهم لهذه البونوك الدولية بش تبانهم زيانين. وبش تغلطوا هذه المؤسسات وبش يقولوا لكم راكم كتعيشوا النمو. وانتم مازال مغبونين. النمو الوحيد اللي عندكم هو بفضل الحرب الروسية على أوكرانيا. فش تزادوا أسعار البترول والغاز. يعني را ماشينتوا ملي سبب فيه. وقريب تسالي الحرب ورجعوا لأثمينة النزول. ثاني حاجة كذبون. يكعد شهور قليلة فش دخل فيكم البنك الدولي بطول وعرض. قلتوا على أن البنك الدولي مسيس من طرف المخزن المغربي. وخرجوا كتعيروا فيه وكتهموا المخزن المغربي. سبحان الله. دبافش طلعوا أسعار النفط والغاز. ولا البنك الدولي غير تابع للمخزن. را نحلف عليها. هادوك يشربوا شي حاجة ماشية في الماء. لأصن وقليل. ذاكرة السمك الأحمر وصن. نحن كل مؤشرات اليوم لم تبقى في اللون الأحمر. أخضر أخضر. والذي ستتميل الأخضر عن قريب. إن شاء الله. لأن هناك عامل سيندار. لا يوجد دق لحناك. أحسن وصفك يوصف ما يقوم بالنظام العسكري في الجزائر. فيه دق لحناك. أو بعبارة أخرى. المغرب خدام والجزائر. بوكو كلام. را أصلا حياتك أنت سيكذبون. را عمرها غير البلا بلا. والوعود الكاذبة من إن كنتي وزير السكن. وش نفكرك أنك قلت اليوم سترجع الأموال. وقلت اليوم في مارس الجزائر تنتج لقاحين. دير الكورونا. طب هو فين اللقاح يا كدهان. النتائج موجودة. باعتراف الخصم قبل الصديق. أننا اليوم وصلنا نصدره خارج المحلوقات. كان شعار فعليه هذه 30-40 سنة. هذا هو الشعار الثاني. نحرر الاقتصاد. ندير نخلق الاقتصاد اللي متحرر من البيعات. أول مرة. منذ ما يفوت 30-35 حتى الـ 40 سنة. عمرنا ما تجاوزنا. مليار و 850 مليون دولار التصدير. سنة ماضية 2021. أهد في مايو قارب 5 مالايرة. مثل ما حددنا. ونشافها أكثر في سنة 2022. لأننا نشوف الحركة ينتعى. الموانئ انتعنا. النسبة المئوية انتعهم. النشاط زادت في التصدير. أنا نصدر. الحديد والصلب كنا نستوردوها رأنا نصدروه. السيمة كنا نستوردوها رأنا نصدروها. المواد الغدائية رأنا نصدروه. إلى خير. الحمد لله. شكره لله. و للرجال اللي وقفوا عليها. في الميدان. ليصدر. ليصدر اللي رأى في المصنع. اليوم الحديد والصلب بتاعنا رأي تصدر إلى دول عظمى. المطاط. العجلات المطاطية رأت تصدر. وهذا كالشي وصلنا ما يقارب 5 ملاير دولار أول مرة. السنة هذه أنا وضعت حد باش تكون 7 ملاير. إن شاء الله نوصلها. المغرب خصم وعدو كلاسيكي للجزائر. وهو رسميا يعلن عبر بوابة مسألة اللاماب المغربية. أن الجزائر فاشلة وضعيفة. وهذا في طريق مسدود. لا اقتصاديا ولا دبلوماسيا ولا اجتماعيا. أعطيني جوش دول صديقة للجزائر كتقول بالمعطيات أنكم سوف يمزينا. عندك تقول يا كوريا الشمالية. دعونا من المجملات الديبلوماسية والنفاق الديبلوماسي. وتساري ومعايات الهوكيين. تقول لهم لمدة 40 سنة عمرنا ما تجاوزنا مليار دولار خارج المحروقات. ومفرحة لكي سفقوا بحرارة. ياي انجاز. دعونا من المجمل. ودعونا من المجمل. وفي ذلك كنت تصرح سابقا بأن جزائر بوتفليقة في الطريق الصحيح. كيف أن هذا أخر شيء تنتقدم؟ وفي ذلك كنت تحلف وتقسم على أن جزائر بوتفليقة لا تحبش. وكانت الأنباء الصرف الغير الصحي الجزائري كانت دائما تشيد بمعدل صادرات الجزائر في 30 سنة الأخيرة. كيف أنت تكذبون جزي في 2022 وضربت لهم كل شيء في الزيار؟ لذلك التعاليق لكي كتبون الجزائر بأن الجزائر حسن من المغرب. ماذا سنفعلون في هذا؟ لكن براسك في الأخر سنة 2020 قلت لهم صدرنا كثير من 40 مليار دولار خارج المحروقات. تمر لموصر على الجزائري اللي لمقى حتى واحد يشريه ويرجعون لكم من أوروبا. يقدر يجيب لكم بعض ملايين دولارات. ودبما سيجيب لكم هذا. السيما تجيب لكم قاعة 120 ألف دولار. أرجو الدجاج الطازجة 51 ألف دولار نقول لكم قاعة لكثيرنا. يجيب لكم قاعة 11 ألف دولار إلى زنازع ما ملعدنا هنا. لماذا سنفعلون 4 أو 5 مليارات دولار خارج المحروقات؟ أيما تبقى تدخلوا من الغبرة اللي تجيكم من أمريكا اللاتينية والقرقوبة اللي تصدروا المغرب وتونس وليبيا ودول جوار. ماذا تصدروا من غير تيل السلامة ومن غير الكدوب؟ الحديد اللي تستخرج في شرق شمال جزائر كله يتوجه للاستهلاك المحلي. وكتزيد وتستورده مزان من الفوق الحديد من برها. كيف دولة تستورد الحديد من برها؟ الرئيز الذي تكتبه تقول أنهم يصدروا الحديد. ولا فهم للناس. رأي شرعة ما يمكن. كل وزراء الفلاحة اللي فاتوحة تقبل. تقبلنا. واحد يقول لك عنا 19 مليون رأس. واحد يقول لك عنا 25 مليون رأس. ولا واحد قادر يعطينا العدد. وهذه يدخلها في الإحصاء. كما ندروا الإحصاء. هناك إحصاء في يوم. يدخلها مع مكتب اختص. هناك نهار واحد. بلدرون بكل شيء. نعرف شيء. ما يدخلها في الإستبلات. ما يدخلها في المراعي. ما يدخلها في المراعي. عليك نور. هذا الكلام طبقه على رأسك. انت برأسك كذبون رأسك غير قادر تعطي الجزائريين إحصائية دقيقة. على كيفية مثلا صدرته خمسة المليار دولار خارج المحروقات. وانتو ما تصدره غير الكذوب المجان. ولكن ما عليك عندك مع الدروانات والألعاب والتوشيات. وقال لك يصوروا الماشية والأبقار بالدرون. سحب لي رأسك المراعي بحلقين في أمريكا. رأى أصلا كون كان عندكم الماشية والأبقار قامت السور ذو الحالي بغبراء مجفف من الخارج. واعلاني بوووو. خاصة أنه سرحنا تبادل الجنوب مع النيجر وماليب ومع شبال الأغناء. ودبا ما عرفنا من أنشئ الدوك. كيف لدولة تدعي أنها قوية اقتصاديا وهي ما زال كتدر المقايضة. وتقول رجعات العصر الحجاري. انت معول على النيجر تدخل لك الماشية وصربنا الحليب بكري في الجزائر واذا اصلا كيف تتسامد على المقايضة فضل عصر هذا؟ انت هذه دولة، انت بالله عليكم واذا هذا رئيس؟ وما زال جراروي يجيح الفمو على المغاربة رأيكم ماشي دولة وهذا ما يصلح حتى يكون رئيس جمعية صغيرة؟ ولا ما نعطيه عليه؟ هذي كذبون انا كنت معايا نمقندي المدارس المغربية ونقول الأطفال شوفوا لما قريتوش مزيان ستوليوا بحال كذبون هذا هناك مشروع يجعل الجزائر من 6 أو 7 شهر تنتج الزيت انتحها وحدا من الفلاح الذي ينتج سرجم الزيتي والدورة ولا غيرها إلى المصنع يصبح زيت جزائري من الفلاح حتى المستهلك من على 6 شهر ان شاء الله كيف انا كنت اخبرتني؟ الذي ينتج سرجم الزيتي او سرجم الزيتي؟ لا سمعتك بذلك ما هي الزيت هذه هذه اخرى؟ ما هي الخشيرة على الجديد؟ وما كنت هذه العبارة ذاتها زيتي بعدها في العالم؟ وما زالت تلاح وتعطيه وعود وما قادش بها نزيد هذه الوعدة في مذكرة سيكتبون معلش ونقول من الناس تشعر الجزائر ستضر الزيت الزيتي في الجزائر وما ستستورده المهم الجرار القادم أسوأ وجدوا رأسكم طوابير أكثر في مادة الزيت والبطاطا يما بغيت الفريت يما بغيت الفريت وما القيت فيه إجراءات ناخده فيها باش ننتج الحليب حتى إذا كان فيه أماكن بعيدة نجفه هنا ونستعمل الغبرة على الحليب متاعي ليس المستورده إن شاء الله هذا هو التقدم هذه هي التنمية تصوروا معايا إخواني المغاربة كأن دولة في العالم لي الجزائر تعتبروا أن التقدم والتنمية هو تجفف الحليب بودرة وخلطه بالماء راجلنا لكم الجزائر فعلا أضحكت العالم الدول تفتخر بالصناعة التقيلة والتحويلية أو بالذكاء الإصطناعي أو بشي اختراع أو بإنتاج الأسليحة أو تصنيع الأسليحة أو السيارات أو السياحة والجزائرين بغيين غير يجفو الحليب بالماء وما القوش وهذا الحليب بالماء يدخلهم في إطار التقدم والتنمية وخلنا لكم التقدم الحليب المغبر لكم سوف تحتاج الحليب الذي يشربوه سوف يشاك فيه حتى وارع دائر خدمته والحد الآن أنا ما سمعت مدود أفعال سلبية قانوني ما عاد واحد فهيمي مهار اللي تنشره النصوص تطبيقية انتع قانون الاستثمار يمشي دي تصريح صحفي قانون صحفي وراها القاوة وراها النصوص تطبيقية كون صبرتغين الساعة وقرج الجريس هنا دوغي بالشر هنا دوغي بالسلبيات هنا دوغي بال... ما بغوش ينسوه الوقت اللي يفتناه خلاص انتهى ما يرجعش ما كاش لي يضغط على الدولة لا إله الله كونة فخامة رخيص الجمهورية اللي قلقك كونة الفاهم اللي قلقك السي كذبون وش هو موجود في اليوتيوب ولا في التيكتوك ولا في الفيسبوك ولا في مكان صوروا معي رئيس دولة مقلق من شخص عطى تصريح وانتقد الموضوع والله احتحنا مرضيين الوالدين ادنى عدو ومحكومة بعض الطريقة هذه ومن طرف كذبون لما نستثمر باش نخلص دراها مش نستثمر شانا ناس لبس عليهم وعندهم مصانع وكذبون ومليون مرة قلنا لكم الدراهام هو عملة المغرب ودول اخرى بحل امارات وغيرها الدراهام انا ماشي ديالكم وباركة ما تقتل السقو في المغرب جمع عندكم الدينار وش الدراهام تسرقوه الكفطان تسرقوه الكوسكوس تسرقوه الطاجين تسرقوه حتى لقب الاسود في الكرة والتي تسرقوه كل شي تسرقوه لنا الدينار هو العملة دي الجزائر لا يمكن رئيس الدولة يتكلم باسم عملة ديال الدولة هو كيعتبرها عدو بحالي لفلاديمير بوتين اخرج في الاعلام وقال لهم الدولار في روسيا لدينا كذا وكذا ونفتخر لنا شباب اليوم في المسجل الشعبي الوطني هالبو جور ديالك بطبيعة الهال حتى نفتخره بالشاب الواسيم الصغير السن جوجيلا الذي عمره غير سو 90 سنة إذا كان طيار سياسي من طيارات خدال الدالة الأغلبية ضروري أن رئيس الحكومة يكون منه هاته اللي عاد سمعت داباب حلا سامعه في دولة مجاورة لجزائر هالدولة هذه كديرو كالطبق كل جزائر نعضته ونقلته منها كما العادة تكون زيما دولة نيجر ولا موريتانيا أكيد ماشي تونز ولا بأينا المغرب ولا نقلته منه كما العادات صب صب عمي صب وهذا اللي خلاهم يقول لك الله لازم أننا خير يجب أن يكون خير الله لا يردك يجب أن يكون من خير وإنه يفعزك منه وشد لك رقبتك حياة ايه نحن نحن نمشون مع الأحرار لا 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 واحد أشهد المصطلح هذا فعلا الجزائر أضحوك العالم رئيسك يضرب الكلام هذه العيالات في الدرب الله لا يردك هذه رأي كان أصلا فايز قيلها البنت الفتناء وخاوكك تلاقاته المنافقة في قطر كيف نفسك؟ ماذا هذا الرئيس ؟ فعلا المخدرات وخاصة الكوكايين والكسكيدور وانا ما عندي ما نخفي عديكم انتم ما ادروا مني ربما بالوضع لانا دبلوماسيا انت انا كنت في الحضيد ولا واحد معطار سانع ليبيا تتحت الحرق في حدودنا مدى 11 سنة ندروا ونحن ما نشفناش ساحل كيف كيف الى اخدا اليوم الحمد لله استرجعنا كلمتنا وما نسكت واللي يسألنا والله حتى كوميكا ذا الرئيس هذا بلاسوف جمال فينا بقيد حاكنة ممانا باعترافكم انتم ما كتأكدوا ان الجزائر كانت في الحاضي دورها مازالة في الحاضي وباعترافكم انتم ما كتأكدوا ان العالم وشمال افريقيا ما كيعتبرش الجزائر والله حتى كوميكا فذلك اللقطة فاشدرق فيها وجهه هذي غنزيدوها على اللقطة ديال دولة منهك ولا واقلة منهك ولا يمكن منهك ندافع للشعوب كما دافعوا علينا احنا في وقتها ضامنوا معنا احنا ما ننكرش الخير ما ننكرش الخير تعالى شيء قال ليبيين ونتضامن معهم حتى يعود يرجع الاستقرار ليبيا ويترجع الثروات انتع ليبيا للشعب الليبي سوف يكذبون او لاعب دولي معترف به في جامعة لاعب الكبار في الكاذب في العالم ما كفاش انه كذب على شعبه في الجزائر فاش قال ليهم نسترجعوا كل اموال منهبه اللي معروفة بالكونترخوطة هذا بقال لك بغى يحمي تروات ليبيا الاشقاء الليبيين مرة اخرى زعجوا من التدخل السافر من طرف رئيس غير معترف به أصلا ويفتقدوا للشرعية انه كتدخل في شؤون ليبيا وتقول هاد كذبون الاسمعشية تقولوا ورئيس الولايات المتحدة الامريكية فيضل على اساس دعما انهم قوى اقليمية وهم ما عندهم وزن حتى فشي بوحدة اللي تعين من طرف مجلس او من هو من مندوب من طرف مجلس الامن احنا دكوا وديمشي معا ما نصبح شانا نصبح ندير حكومة والمهم قلناها ونزيد نكررها ونكررها بصفة رسمية باسم الدولة الجزائرية لا يوجد حل بالنسبة ليبيا سوى ارجاع الصوت للشعب الليبي ما كنت في السلامة لتكلم عن طريقة على اسيادك الليبيين رأى شعبك في الجزائر يريد تقرير المصير ويريد الاستقلال الحقيقي والقبائل المحتلة من طرف الجزائر يريد تقرير المصير لكن براسك كتبون حطك غير صالح كرئيس ومشين تلير بحتي الانتخابات خاص اشقاء انا في ليبيا لم يسكتوش على التطاول الجزائري الجديد الذي تكتبون لموتا رئيس وخيبحت المعاودة تشوف دولة هذه الامكانيات المالية الهائلة انتاجها الغاز يساوي مرتين ولا تلت مرات الانتاج اليوم احنا نمشو بيه 45 مليون جزائري هما هما 10 ملايين 9 ملايين يعني كورا هم عايشين مثل الدول الخالي ولكن طلبوا الهداية ابن الله ومانزيتش كترب شما بيوك شراه يدخل لنا في امور وقبل ما تتبع ليبيا على التروات ديالس هو الراسك فينا قرابة 2000 مليار دولار في الجزائر ونحن نرى ان في الجزائر بقى محافظة على مبانا الفرنسيون يعني ما خسرته تشي حاجة على البنية التحتية من ايام الاستعمار قبل ما تحسبوا تدخل في رزق ليبيا اللي هو شأن بعيد عليك شوف رزقكم اللي يتخسر على البوليزاري كيف تفسر ان الجزائر خسرات كثرة من 500 مليار دولار وشعباتي ذات الطوابير ويطلب كذبون ان لم تستحي ففعل ما شئت على مد رخيص الجمهورية قال لك ما تزيد ان تتكلم كثيرا لكي لا تدخل فيهم على ان تخليت شيئا في ليبيا لا تدخلت شيئا في المكلخ تعاود تترتقلينا في مكان اليوم بالنسبة لمالي نظن فيه إجماع في النهاية اليوم فيه إجماع لأساس نرجع اتفاق جزائر العاصر هما الحل لا يوجد حل اخر لصون واحدة الترابية لمالي ولم تنازل مع اي انكان لحاول ان يفصل شمال على الجنوب لا نقبلها ابداً هذه العقلية البخروبية تروج لانهي الامر والناهي في المنطقة وان عقارب الساعة والكون يدور غير حول الجزائر وفي حقيقة الامر هم مجرد قزم في الساحة الدولية والإقليمية مجرد كلام في كلام وجعجعة من غير طاحين ايضا هذه النعم الخطابات تفضح الجزائر امام المغرب كيف يعقل انك لا تريد ان تدعم انفصال شمال مالي وانت تبيع الملابس ديلك الداخلية باستدعم انفصال جنوب المغرب قيمة النفاق والغذاء اليوم الناس تشهد من الامين العام امم المتحدة الى الدول العظمى الولايات المتحدة الى التحار الاوروبي كل يشاهدوا بالدور بتاع الجزائر في ارساء الامن والاستقرار على مستوى قارة الافريقية وعلى استوى المحيط مجاور هذا اجمع ونوصلوا فيها اما كين غير كدب كدب حمودة الجزائر اللي كل نهار فرحانة بان البوليزاريو يقصفوا المغرب عبر البلاغات لكينشروهم في وسائل الاعلام الرسمية والخاصة وكتروج لهم وكتدر على دعم الاستقرار في المنطقة الجزائر اللي كتسلح فئة معينة ضد فئة مسلمة كتدر على دعم الاستقرار الجزائر اللي فاتح الحدود المؤقتة الجماعة ارهابية كتدر على الاستقرار الجزائر اللي تدعم تقسيم دولة مجاورة تدعم الاستقرار والجزائر اللي تريد لهم الشمل تريد تقسم المغرب على الجوش هذه رأي نقطة كدبون فق شوية من نعاس انتو مراكم سرطان شمال افريقيا هذا كلام كدبون خاصة ترفع الجامعة العربية لكي يشوفوا الناس اللي يريدون لهم الشمل هذه الصحراء الغربية هذه أمور مبدائية ما هي مع فلان لا ضد فلان ما رناش في القرن التاسع عشر والناس تتلاقا في اجتماع ويتقسموا هذا الديهنته وهذا الديهن هنا تحرط شعور تحرط الصحراء الغربية قضية تصفية استعمار منها اللي تخرج من الامم المتحدة وتمشي لجنة اللاجئين او لجنة تغذيان تعلنتها كذا لديك حاجة اخرى في الوقت راها في الامم المتحدة في لجنة تصفية استعمار رسميته تصفية الاستعمار الاسبانية المكلخ ولكن شي مسلم يستعمر مسلم يتكلم نفس اللاجئ وساكن في نفس المنطقة كيف تكتبون كالدعم الوحدة الترابية المالي ومقلقهم تقسمونه لماذا لا تقول ان المالي مستعمرة شمال المالي يمكن تماموا الشعور في قرن المصير وراء القبائل محتلة من طرف الجزائر لماذا لا تقول ان الجزائر مستعمرة القبائل والازواد والجزائر الجنوبية نفس اسطوانة بوخ الروبل لماذا بقيت واكلة لكم القادية في الامم المتحدة وكما قلت وكيف تصفية الاستعمار ندرلك خاطر قبل ان يترتق لك شعر لماذا الجزائر تقول انها دولة وفتحة لها سفارات في العالم وديرة لها اكثر من مليار دولار تصرف على تسير الدولة الوهمية يعني الجزائر هي ضد قرارات الامم المتحدة المهمة الصحراء والمغربية في مغربها والمغربو في صحرائه والذي دوية كل الدوء نحن مستعمرين كما تقوله بحل مستعمرين من الفرنجا لماذا لا تحاولوا هذا الاستعمال المغربي؟ وانت كل مرة تتعمل تتعاود نفس الكلام غير وجود دوراتكم قريبا سوف نفتحهم ملف الصحراء الشرقية لانه متسعمرة فرنسية سابقة وما زال مفكينة لمشكلها خاصة ان الجزائر لم تحترم بنود وتعهدات لاتفاقية افران مع المغرب اما السحراء الغربية اللي بغي يدير فيها تقرير المصير البندردرون رع موجود ورع حاضر ناظر ودير مضادر هذا ما كان بق وتما تعرفوا سبق للجزائر اننا ما تخناش في سيرها ولكن المبادئ انتعنا ما تروحش كان البعض اللي يقول لك لا هذه قضية غير شد قضية مبدئية اليوم سي يونيفرسل سي قرار الاخير انتع الاتحار الاوروبي وش يقول يقول لك اننا نرجعوا للامة المتحدة وتقرير المصير وهذا هدا هو وش انا نقوله احنا ان الانسان ما يتغاش على شعب ضعيف ما عنا فيها المعادة المبدئ انتعنا احنا ما نطامعين لا في السحراء لا ندفع عليها بكل وسائل والبقية لا يهمناش طامعين في الارض الغير شعب رهي نادر بالاخص احنا بنفسنا ما نقبلناش لاستعمار وحاربنا الاستعمار واستشهد ملايين جزائريين لطرد الاستعمار كيفاش اليوم انا نؤيد الاستعمار كيفاش نؤيد الاستعمار مبدئية وشوفوا عليك الدابة الكديدية بديلك قال لك الاتحاد الاوروبي قال لك سيدعم تقرير المصير اعطيني فين كان هذا القرار وانا كان وعدك اكدبون نخرج نعتادر لك كثير من اسبوع كل نهار وش ما تحشمش قدك قداش وما زالتك كذب بالنسبة تبقى الفلسطين فلسطين هي القضية الجوهري اليوم اعتقدش انه فيه صبي ولا طيفل ولا صغير ولا كهل ولا كده اللي ما يقول لك ما نسمحوش فلسطين يعني قضية وطنية قبل ما تكون قضية استعمار احنا ما نشخ من الجانب العنصري ولا من اي جانب اخر ما عادال جانب الاستعمار ما نقبلش الاستعمار ولو استعمارت فلسطين من طرف دولة قوى منها بكتير نقول نفس الكلام فلسطين للفلسطينيين ما هيش لغيرهم ومو صيبة قل لك ما زالتك كذب انت براسك كذبون بلت الامريكا ما عندناك مشكل مع اسرائيل يعني كتا تعرف بها كل مراسلة الجزائر الدبلوماسية والعمامرة وتصريحة دياله تقول نحن نؤيد حل دولتين يعني اعتراف باسرائيل من طرف الجزائر فلسطين براسة تؤيد حل الدولتين اليوم جاءت خربق علينا بان فلسطين للفلسطينيين واسرائيل مكينة وشنو كتدير انتم في الجزائر علش ما تعطيوش مليار دولار لفلسطين كيفما تعطيوها سانوية لابن بطوش علش ما تسلحوش الفلسطينيين ودعموهم بالدبابات والصواريخ والقاذيفات كيفما تسلحو صندليسة الارهابية المهم زالمة او مزلومة ولكن في المشمش مع انتوني بلينكن وزير خارجية امريكا تقول لي الجزائر لما عندناش مشكلة باتاتا مع اسرائيل المشكلة اللي عندنا مع المروك بالي واقعي لك اهمتكم نعتذر من اي شخص كيعيف من هذا الرخيص الجمهورية نعتذر من اي شخص كانت يياكل وربما لدي تقييم ان نشاف كدبون وكذا ولكن الظروف تحتم علينا نرده دائما على اولاد الحيبر كدبون كل عام يبدل نصف الولاد ويأتي عود اليوم نفس المونولوج لمدة ساعة واربعين دقيقة غير اعلاد الساعة واربعين دقيقة ولكن انتم اعلاد المنافق لكدب راني السائل احسن لايك وبرتات في الجروبات والصفاحات مع الاصديقاء شكرا على المتابعة كان معكم حاتم المرابط السلام عليكم